بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. الفيديو الرابع في الوحدة الستة من كتاب ماي فريند. النازل بتسألني يا مستر هتكمل الكتاب والله ما هسيبه وغير لما يكمله. بس يعني معلش حاول تلغط على نفسك شوية. تعمل لايت للفيديو. عرف زمالك على القناة. ساعدنا في نشر القناة كده. ادعمنا. ده الدعم الوحيد اللي حدودك ممكن تقدموا لنا القناة. انك تساعدنا في نشر القناة. عن طريق انك تشاير الرابط على زمالك على الجروبات التليجرام اللي انت مشترك عليها. تعمل شير على صفحة الفيسبوك بتاعتك. تعملها ستوري على الواتساب. ادعمنا باي شكل انت شايف ان هو لائق كده. ومناسب او شيء يعني 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 هنا يعني يلائم او يناسب يعني. لو انت شايف ان الحاجة دي مفيدة بالنسبة لك. ساعدني في دعمها. واحنا ان شاء الله مكملين مع بعض سواء انت دعمتني او ما دعمتنيش. لن ادخل عنكم. آآ عايز ان تنتبه لكم برضو ان حاجات كتير جدا من انا بعملها على المنصة. انا بنشرها لكم على جروب التليجرام المفتوح. اللي هو عليه حوالي اتناشر الف طالب ده. دايما انتابع عليها في حاجات كتير جدا بنشرها عليه ورقيات وملفات بدي اف. استفيدوا بيها الحاجات دي خسارة. آآ برضو عايز اقول لك ان كتاب آآ اي وان تريجر اللي انا بحلو على المنصة ده. انا بنزل ورقيات كده منه. بطلع منحوظات من الكتاب وبنزلها برضو في ورق على جروب التليجرام برضو استفيدوا منها الحاجات دي خسارة. اللي هم من ده كله ان انا بقيت بنزل على كل واحدة حاجة اسمها روشتة الوحدة. في روشتة بنزلها على القواعد كل واحدة. نزلت منهم الواحدة الاولى على جروب التليجرام. حلوها وهنزل لكم الحل برضو هنا على قناة اليوتيوب بامر لارب العالمين. آآ آآ الناس اللي بتكتب رسائل تحت يعني بتكتب شكرا وحاجات كده ودعوات انا يعني يا جماعة والله مقدر جدا المجهود داي ممكن انا ما بحاش اعمل لايك للحاجات دي لان الوقت بالنسبالي يعني فل على الاخر الحمد لله. آآ تعالوا بقى نشوف الاسئلة بسم الله الرحمن الرحيم. علي راح يبحر آآ او راح يصطاد من الايه الاسبوع اللي فات اكيد راح يصطاد من البحيرة اللي هي ليك. وليك دي خد منها محل حسطين كده مني علشان تعرفهم كلمة ليك يعني بحيرة ما نجيبش قبلها ازاي ابدا الا ازا كانت اسم آآ جمع. فلو انت لو انت بتكلم على اسم بحيرة معينة ركز. لو انت عايز تقول مسلا بحيرة ناصر. هنا ما يفعش نقول زي ليك ناصر اطلاقا. طيب. هنا في الجملة دي انت عايز تقول لي مسلا علي راح يصطاد سمك من بحيرة ناصر. فنقول علي ليك ناصر على طول. من غير زا. ده الاحتمال الاحتمال التاني ان البحيرة دي لو اسم جمع فناخد قبلها زا. فنفترض ان في بحيرة اسمها مسلا آآ آآ الامم مسلا. يعني لو نفتكس كده بحيرة اسمها الامم. فهنقول زا لو انت جبتها اسم جمع ناخد قبلها زا. الحاجة التالتة انك بتقول بقى راح البحر راح النهر راح البحيرة. انت هنا ما سمت ليش بحيرة معينة فتقول زا ليك. فعشان كده حتى تلاحظ انه قالك هنا زا. يعني عملاق. بتسوي كلمة الاولادية تخد بقى اسمها جي وبعدين جانتك. بتسوي كلمة تيتان برضو عملاق. بتسوي 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 هو عايز مع عكسها في الكلمة لرقم سي. والكلمة دي هنا كده معناها دقيق او صغير بتسوي كلمة تيتاني تي اي اني اي. خد بالك برضو حاجة كده مش هتفيدك بس عرفها يعني ان كلمة رقم سي دي لو نطقناها منت يبقى دي دقيقة من بتوع الساعة. ستين دي اعني ستين منت. لو نطقنا كلمة منت بمعنى لو نطقناها من يوت فده معناها صغير الحاجم. باختصار اللي فيدك هنا. تلاتة دي معناها المخدر ومعناها العقار الدواء يعني. اه فهنا بقى بيقولك ان التذكرة او التيكت اللي محطوطة على المنتج ده بينقصه معلومات يعني ينقصه يعني لا يحتوي على معلومات عن اثار الجانبية للعقار. الشركة ستطلقوا منتجها الجديد اه الاربعاء المقبل يبقى اللي هي رقم سي. كلمة معناها جاذبية. الجاذبية عكسها ان اعدام الجاذبي يبقى رقم ستة بيقول لها عينيها الخضراء الجميلة هي مصدر اه الاساس المصدر الاساسي اللي ايه. تعال نشوف الاختيارات. دي معناها الجاذبية الارضية خد بالك. اه طبعا دي خطأ طبعا اختراهاش انا كده. اللي هنا دايما الجاذبية اللي هو المرفق. ومعناها العلاقة العطفية يعني او العلاقة العطفية او اللي هو الجاذب ان حاجة تعجبك. طبعا عينيها خضراء وجميلة فدي الحاجة اللي بتعجب الناس يبقى اتراكشن. عربية شفتها وعجبتك فتقول ان سبب الانجزاب العربية دي لونها فتقول بقى الاتراكشن. محدش هينجح. غير لما يعد من خمس اختبارات عسكرية وفقا للنظام الجديد يبقى نيو سيستم. ولما نقول نظام التعليم الجديد. بعد كده نمبر ايت. معناها المستندات ودوكيومنتاري معناها وثائقي. دوكيومنتاري فيلم يعني فيلم وثائقي. نرجع لموضوعنا. يعني هي ابلغت يعني او اصدرت تقررا الى او ابلغت بعثة الامم المتحدة اللي في باريس لما هي فقدت مستنداتها يبقى ميشن. خبلك كلمة ميشن وكلمة تاسك لاتنين دول سيننمز لبعض. بس طبعا نتعرف ان كلمة سيننمز مش معناها انهما نفس المعنى. زي سيننم اوف هوبفل. هوبفل دي معناها ااملا اه بتساوي او ممكن تديني معنى. كلمة متشائم ملاش علاقة بيها. مبتهج هي دي. مبتهج يعني عنده امل بضحك يعني للبشر وكده والدنيا حلو عنده. طيب اه بعد كده اه المكوك الفضائي. اكمل الايه التانية حول الارض والله في شطل وفي ارض يعني طرفين فقربت على طول. هو بيبقي نفسه على مسافة من الجدال السياسي با ديستانس. انت عارف ان الايه دي عايزة تحفظه شخص اه اه يعني يبعد شخصا على مسافة او يبقي مسافة بينه وبين شخصا ما او شيء ما. معناها يدور. وبالتالي كلمة هنا معناها ريفولف طيب. ايه اللي جاب لريفولف? كلمة اصلا من معانيها يغزل اللي هو النسيج يعني والغزل وكده. ومعناها يسرد ويروي القصة ومعناها هو يتنظر ومعناها حيرة. طيب فكلمة هنا بتدي معنى ريفولف. طبعا ستاندستيل يعني يبقى سابتا او يظلوا في مكانه. يبلغ او يقرر او يكتب تقرير. طب هتقول لي ايه علاقة بريفولف? كلمة ريفولف دي اصلا معناها يدور حوله ومعناها يثور. ومعناها يتمحور حوله اه او يهتم بيه. طب تلات عشر بقى. اه اه اللي بيدرسوا الاشياء اللي في الفضاء الخالجي والنجوم والكواكب الناس دي اسمهم اللي هم علماء الفلك. اه كلمة دي عكسها يعني فضيع او سيء يعني تيرابل بتسويها. اوفل بتسويها. اتراكتف جازاب. مالهاش علاقة بموضوع. معناها منظم او نظامي وبالتالي هنا انت عايز عكس حاجة الوحشة السيئة. عكسها اتراكتف يعني جازاب. اه. طب لو كان قال لك بقى الساينونيمز كنا هنختار تيرابل. واوفل. ماي هيد از اين اه. وينيفر اي تينك اباوت اول زاورك اي هاف تو دو. دماغي بتلف لما افكر في الشغل اللي انا هشتغله. يبقى ان اس بن. ان اس بن يعني انا اشعر بي دوارهم في دماغي يعني لما افكر في الحاجات اللي انا مفهود اعمل لحاجات كتير. اوكيوليس ده اللي هو طبيب العيون اخد بالك. معناها منتظم. وسبوت معناها بقعة. اه. الرسومات دي ممثلة. لعصر فيكتوريا يبقى زا ساينينم بتاعها مشان زي ما اتفقنا بس ده مش معناها لهم بنفس المعنى. انا شعرت بايه على كتفي واستدارت لقرى ماذا يريد كلمة كلمة اه اه تاب دي من معانيها ان هو نقرة على كتفي يعني انا شعرت بنقرته او حركة يديه على كتفي عشان كده استدارت لكي ارى ما يريده. قبلك ان كلمة تاب معناها يمرر يده فوقه. ومعناها ينقر على. فانت بتقول له في العربي كده انا شعرت وهو حط ايده وبينقر باياده على كتفي او بمر يديه على كتفي فاصدرت لي ارى ما يريده. بسعتاشر اكتشفنا انا. عمالي يحكي لنا طول نهار عن خدمته في الجيش وطلع كل الكلام ده مفتكس يعني اختارع كل القصة دي. وممكن بدل ممكن كنا نستخدم كلمة لانش معناها يطلق. الكلمة اللي ممكن استخدمها بدل كلمة لانش يطلق يعني لانش و ريليس برضو يعني يعني يطلق يبقى انت كده عايز ريليس. يبقى ريليس يطلق و لانش يطلق برضو. في السرعة يعني. وانت ماشي بالعربية بسرعة فانت لازم تسيب مسافة بينك وبين العربية التانية بأس باس. دا سينا نقف ليك. كلمة ليك معناها تسريب. اس تيميت يقدر. اسكيب يعني يهرب. ودمج يعني يطلق. وفيرم نس فيرم يعني صارم فيرم نس ليس صرامة وبالتالي اسكيب. المياه لما تسرب من التانك يعني كده المياه هربت اسكيب. وبالمناسبة اسكيب يعني كلمة لي. لي اف ال اي اي. طيب نكمل بعد كده في ثلاثة وعشرين. علا عندها اه اه انجبت يعني اه اربع اطفال. يعني فيه غدون اه اربع سنوات تمكنت منها تنجب كذا. كلمة هنا معناها فترة. هنا بتدي معنا بريد. اه يعني ممكن تقول لي مسلا. اي ستادي انجلش. يعني في تن ييرز. دجافرنمنت هاز درون سيفرال بلانز. يعني درو بلاند درو دي معناها يجر ومعناها يرسم ومعناها اه يضع. هنا في الجملة دي ان هي وضع خطة. او خطات عديدة اجل اللي هو الاصلاح الاقتصادي. خبلك يعني يصلح برنامج نظام وهكذا لك يعني يصلح العربية. اه في خمسة وعشرين بيقول لك اه دي معناها خائف او مخيف معناها طبعا سهلة. لا تسمح لمشاكل الحياة اليومية. ان اه اه تجعلك اه اه فقدة للامر يعني. فبالتالي هنقول افري داي افري داي بروبلمز مشاكل يومية. افري داي لايف الحياة اليومية افري داي الصراع اليومي. لكن افري داي اللي هي منفصلة عن بعضها كل يوم. لو انت بتعمل حالة كل يوم هتقول اي دو ذات افري وبعدين مسافة وبعدين داي. اه 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 ترانسيتف اه ودي على فكرة من حاجات اللي هي الاتجاه انها تيجي في انتحانات السنة دي. الفعل متعدي هو الفعل اللي بياخد مفعول طبعا بيلزم له مفعول. معناها اه هدف اعتراض معناها مشروع. الطريق الى النجاح. هو بيبحث عن طريقة مناسبة يبقى قبال لك طريقة يعني اسلوب. لكن روت طريق بنمشي عليه على رجلنا. ركز في الاقول ده كده كلمة وي ممكن استخدمها بالطريق اللي بنمشي عليه. بالعربيات مسلا. ومعناها الطريقة اللي بنستخدمها علشان نعمل حاجة معينة. لكن كلمة روت ده عناها الطريق اللي بنمشي عليه بس. طيب روت اللي هي رقم سي مسار سابت زي قطار مسلا. طريق القطار ده ده معروف سابت عشان كده روت. الحاجة اللي بتكون ده معناها ان هي معناها موثوق فيها ان هي محددش يعرفها او سرية يعني. آآ بعد كده احنا خلصنا الحمد لله كده تلاتين جملة على الكلمات. تعاني دخل عايقرامر بقى. ماي فرنيتشار از كليند اند وانس امونس. الاساس بتاعنا في بيتنا يعني يتم تنظيفه وتلميعه خبالك انت لما تكون المفروض كده الجملة تبقى از كليند ان از بوليشت. طيب ناخد از واحدة عامل مسترك بالتنين. فبنقول از كليند ان بوليشت افري. آآ ونكمل بقى. نمبر تو لا تسمح للاخرينة بان يخدعوك. يخدع يعني معلوم يبقى انت عايز المصدر. لكن لو انت قول غلط لان ده معناه لا تسمح للاخرينة بان يخدعوك. طبعا مش عربي ده. دو يو اولويز نوت كنفيوزد. بتوين زيس تو ميننجس. انت عارف اني يعني يصبح مرتبكا. يبقى دو يولويز جيت كنفيوزد. طيب يا مستر ما نعارف ان كلمة يصبح مرتبكا جيت كنفيوزد وبي كنفيوزد. خد بالك ما ينفعش نستخدم ونجيب بعد ونجيب بعد وبي اطلاقا. محطات الطاقة بتعملي في الكهرباء تولد. يولد يعني انت عايز معنا مابني المعلوم. الجملة دي حلوة جدا ومهمة جدا 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 لبعد بكرة. لو انت عايز تقول لي لو اذا الماء سخنة فالمفروض تبقى if water is heated. قال لك بدل ما تقول if water is heated ممكن تقول if heated. طيب لو الطعام لو الطعام اوكي لا يبقى if food is eaten او if eaten. لو المنزل نظفة if the house is cleaned او if cleaned. على فكرة if win بنفس المعنى في الحتة دي. فاحنا هنقول if heated بمعنى if water is heated. ايام لوكينج فورورد تو بعدها اي انجي دايما ما يونيفورسي ديجري. انا اه انا اطلع الى ان امنح ذرياتي العلمية يمنح مجهول يبقى being awarded. ايه؟ في ملحوظة هنا عايزك تعرفها انك لو بدأت بone فالمفروض نقول oneself. لو انت بدأت ابرسن يبقى should never let himself. اجار should never let herself. ده اسم ضمير منعكس. one should never let oneself. الشخص لا يجب ان يسمح لنفسه بان يخدع. يبقى let oneself be cheated عشان انت قلت لي يخدع. طب نفترض ان الجملة one should never let oneself نقط others. كنا هنقول cheat others. يخدع الاخرين. several projects of buildings. مشاريع بناء كثيرة جدا. out in Egypt now. مشاريع تنفز. are being carried number b. the little girl to play in the garden. الفتاة الصغيرة. بصنا ده عايز قولي. الفتاة الصغيرة شهدت رؤيت. وهي تلعب في الحديقة. يبقى has been seen two. ايه اللي جاب تولي هنا انت عارف ان كلمة see في المجهول ممكن يجب بعدها two المصدر. فعشان كده نقول the girl has been seen to play. the criminal killed while trying to escape. المجرم قوتي لا. فعشان كده هنقول اما was killed او got killed. مفيش هنا was في good. فخلاص يبقى اجابة got killed. classical music by professional musicians. الموسيقى الكلاسيكية تعزف او تلحني. is usually composed اللي هي number c. لا number d. طب ليه البقين دول غلط. الاورانية is usually composing يعني تلحن. usually is composed غلط تماما لان احنا مفروض نجيب الفعل لمساعد الاول وبعدين الظرف وبعدين تصريف التالت. she says she is ill to avoid هي تقول انها مريضة لكي تتجنب ان تدعى. مجهول ازاي? ان تدعى. ده رقم واحد. ده رقم اتنين انا عارف ان avoid بعدها اي انجي. واي حاجة فيها اي انجي في المجهول تبقى being just participle. i was sorry for allowing myself to or for such a track. انا كنت زعلان جدا لان اني ساركت نفسي ان اقاعا. انت بتقولي ان اقاعا. يبقى to المصدر to fall. خبالك لو هنا قال لا ومكانها let. كنا هنقول let myself fall. the rubbers lift the sight without اللصوص تركوا المكانة دون ان يروا ولا ان يروا. مجهول يبقى being seen. لاحظ ان او زاوت اصلا بعدها اي انجي في المجهول being it's important that the cleaner the clearer plan. من الضروري ان الخطط. خبالك من الحتة دي عشان الجملة دي مهمة جدا 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 وانا قلتها لك قبل كده فكرتها. بس عموما من الضروري ان الخطط ترسم. خلط الواضحة ترسم. يبقى that the cleaner plan be drawn. ازاي بيبقى? الفكرة وما فيها ان اي كلمة من الكلمات اللي اقول لك عليهم دول بعدها المصدر دايما. الكلامات دي اللي هي اللي بتعبر عن ان الشيء ده مهم. necessary important vital وكلمة ديمون معاهم وكلمة insist. وكلمة advice اللي معناها نصيحة اي كلمة من الكلمات دي دايما باخد بعدها الفعل في المصدر. وكون ده مجهول فهناخد be or post participle عشان برضو يبقى به المصدر. the matter is secret. it shouldn't. هذا الامر سر فلا يجب ان يتحدث به. يبقى shouldn't be post participle. يبقى shouldn't be spoken about. don't ever drink milk without it. لاحظ بقى. انت جملة دي كان ممكن اقولها بالطريقة اللي هقول هلالك دي الاول. الاول قبل محل هقولها بالطريقة تانية. انك تقول don't let don't ever drink milk without boiling it. دون ان تغليه. الى رقم c. طيب انت هنا في الجملة دي معناها بالعربي يعني دون ان يغلى. دون ان يتم غليه. هقول تاني وركز معايا. وزاوة boiling it دون ان تغليه. ده اللي انا عايز اخليها معلوم. وزاوة boiling it. او وزاوة it being boiled. لاحظ ده كويس. اللي احنا في سبعة عشر. تمنتواشر بقى. اه. المتهم اجبر على ان يعترف بجريماته. was made to المصدر. يبقى to admit. يشعر المحقق بالرضا عندما القضيته تكشف. يبقى whenever a maistry is cleared up. طبعا ما فيش هنا is خلاص يبقى gets cleared up. طيب ايه الفكرة ان احنا اخدنا جيتس لانك المفروض تاخد is cleared up. لان ده مدارع. اللي عرفك انها مدارع. ما هو هنا قال لك فيلز يشعر ده مدارع. فالمفروض تبقى برضو في الاول مدارع. تحت كان فيه ووز. عارف ووز دي لو الجملة ماضيك هتنفعت. الملابس اه غسلت وكويت. فاخد بالك هتقول the close have been passed participle. يعني have been washed the number c. 21. all is dark. الدنيا كلها ظلام. nothing can be seen. لا شيء يمكن ان يرى. let the wedding a next week. دع الحفلة يحتفلوا بها. let the wedding be celebrated. وانت عارف ان جملة celebrate يحتفل ما ينفعش بعدها وز اطلاقا بالرغم انك في العربي بتقول يحتفل بي. فالطبيعي انك تقول celebrate with. بس ما فيش حاجة اسمها after breaking the vase. بعد ما كسر الفازة. the child was afraid. الطفل كان خايف من ان يعاقب off being punished. او اه فين رقم? off being punished رقم اي? طيب. في الاختيارات دي هتقول لي ليه ما نفعش? هقول لك. ان لو انت عايز تقول اني حاجة حصلت. وانت على اسرها خايف من العقوبة. فالنص التاني من الجملة ده لازم يبقى off being i in g. بمعنى. اقول لك مسلا i don't go near to the dog. ما بروحش جنب الكلب. because i feel afraid to be punished ولا off being punished? لا. off being punished. ودي جملة مهمة جدا 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 لبعد بكرة الصبح. والجملة دي مطروحة جدا برضه في كتاب ايوان تريجر. two men were seen the bank. في اتنين من الناس تمت رؤيتهم يعني وهم يسرقون البانك. يبقى where seen rubbing the bank. لانك قلت لي يسرق معلوم. what to avoid his this happening again. ما الذي يمكن ان يقام به حتى نتجنب ان يحدث ذلك ثانية انت بتقول ما الذي يجب ان يقام به. can be done. او can we do. لو انت عايز معلوم يبقى can be done. على فكرة لو عايز تدفع العقام اي كان ممكن نقول can we do. i don't like to. لا احب ان يكذب علي. يبقى i don't like being light to. او to be light to. هنا في الاختيارات being light to. 27 باب. بقول لك the party is suggested a. هتقف هنا معايا شوية. تمزك ورعها جميلة. وقلم جميل. وتكتب ورايا البسال اللي هقوله لك ده. اكتب ورايا. اسم انك لما تجيب ورا وقلم ولا هتجيب بسرعة. هقول وكتب مني. وكتب ورايا. ممكن نقول mona is suggested to win. ده معناها ان مونة يقترح وانها تافوز. او سوف تافوز. خب بالك سوف تافوز معلوم. في الجملة دي بقى هنقول the party is suggested to be cancelled. طب معناها ان الحفلة يقترح ان تلغى. يبقى to be cancelled. طب انا عايز اقول لك مونة يقترح انها تلغي تلغي معلوم. فهنقول مونة is suggested to cancel. ايه الفكرة يا عم الحق؟ الفكرة كالتالي. ان suggested او suggest لما تكون جاية في المجهول فبنقول is suggested او was suggested. بعدها با. النص التاني لو معلوم يبقى تو المصدر. طب لو مجهول يبقى تو ببسط برتاسول. مثال كمان. عايز اقول لك احمد يقترح ان يأخذ القلم. يبقى احمد is suggested to take. احمد يقترح ان يؤخذ. يبقى is suggested to be taken. الجملة دي مهمة جدا. طب يا مستر نحفظ ان suggest بعدها i-n-g الا اخباطة اللي انت بتعملها دي. suggest يا فندم بعدها i-n-g لو الجملة مبنية المعلوم عادي جدا اقول لك. I suggest just canceling the party. suggest canceling the party. so just canceling اقترح وإلغاء الحفلة. the old house is going to. المنزل القديم سوف ينهار. خد بالك كلمة collapse. ما بتجيش في المجهول وكلمة dis-appeared ما تجيش في المجهول ابدا. وقال له لو انت شاطر collapse يعني يعني ينهار. حطها في المجهول كده في العربي لو انت شاطر. وكتب لي تحت في comments لو انت شاطر. when he came back home he discovered that all his money لما رجع البيت اكتشف ان كل فلوسه so re قد اختفت. يبقى has dis-appeared او had dis-appeared بس. ما ينفعش نقول has been dis-appeared لانها مجهول. وهاز been dis-appeared برضو مجهول وانت قلت له dis-appeared ما تجيش في المجهول. حلو كده? حلو الكلام. طيب اخذ مين بقى يا ترى has dis-appeared ولا had. لو انت قرأت الجملة ورتبتها وفقا للمنطق انت بتقول لما روح البيت اكتشف ان الفلوس سرقت. فالفلوس سرقت الاول وبعدين بسلامت وروح يبقى had dis-appeared. اخر جملة بيقول لي the woman is said to buy her neighbor. المرأة التي يبقى to have been positive artist. وليبقى to have been killed اللي هي الاولى. طيب اوما الامتة ايه ناخد to kill لو انت عايز يقترح انها تقتل او سوف تقتل. خلصنا الحمد للارب العنامية التلاتين جملة كده ندخل بقى على advanced test وركز عشان test بيكون افكار كواعد وكلمات. اا اول جملة بيقول لي the astronaut did add to a space walk. طبعا انت عارف ان الادي دايما بعدها اسم مفرد فتبقى two hours. الجملة التانية the object the project test out every year. employ thousands of graduates. المشاريع التي تنفذ يبقى which are carried out. مفيش هنا which are يبقى carried على طول عشان هو حزف which are. it six hours to reach. two يبقى it take. الموضوع استغرق ست ساعات عشان يوصلوا محط الفضاء. never allow others at you. لا تسمح للاخرين بان يسخاروا. معلوم ازاي. never allow others to love at you. على فكرة لو هي never let others كنا هنقول never let others love at you. وما الامتة ناخد to be loved at. لو هي مجهول كنا هنقول never let yourself be loved at. never allow yourself to be loved at. خمسة بيقولك the harder not the higher marks you will get. قبل ما حلل الجملة دي عايز اتخذ بالك من الملحوظة اللي فيها. انك بتجيب the وصفة مقارنة. والنحية التانية برضو the وصفة مقارنة. يعني نقولي the harder يبقى the higher the lower كده. the better the worse the better the better. لازم اللي اتنين يكون the وصفة مقارنة. ده رقم واحد. رقم اتنين انت بتقول كل ما زاكرت انت اكثر. يبقى the harder you study. كل ما تذكر اكتر تحصل على درجات اكثر. باللغة العربية على فكرة ما ينفعش. لان كل ما دي شرط فين جواب الشرط ما ما ينفعش. ستة شيء so to not. يعتقدوا بانها تقتل ولا قتلت. قتلت. ماضي ولا مضارع. لا ماضي. يبقى she is sought to have been killed. your bedroom is as mine. غرفتك قطتك ايه مثل غرفتي. طبعا انت عرف ان as دي بتيجي مع ده سيم. يبقى ده سيم as كم ممكن نقول similar to. طيب. the medical report that she is suffering from amnesia. التقرير الطبي يظهرو يبينو يبقى shows. اللي هي number c. طيب على فكرة كان ممكن نقول shows او showed لو انت عايزة ماضي. there are two or three not things we need to look at. الجملة دي برضه مهمة جدا وممكن تلخبطك في الامتحان. كلمة things معناها اشياء. فالطبيعي انك هتفكر في many بس هي غلط. وهتفكر في few برضه هي غلط. هو عايزة اقولك في حاجتين او ثلاثة صغيرين كده عايزة اعملهم. كلمة little يا شباب هي الاجابة والفكرة اللي فيها كالتالي. ان كلمة little دي لما نجيب بعدها اسم لا يعد يبقى معناها كمية قليلة من. فلو قلتلي little مثلا شجر فكمية قليلة من السكر. little t كمية قليلة من الشاي. لكن لو انت قلتلي little boy يعني ولد صغير ولو قلتلي little boys اولاد صغار. عشرة by whom guarded. بوضعات من المكان ده بيحرص is the palace القصر يحمى. لو انت عايز هاز كنت هتقول لي has the palace been guarded. او had the palace been. لو انت عايزها ما يتام. everyone benefits from space technology. قبل ما احل الجملة عايزك تكتب ورائي الملحوظة دي. benefit from معناها يستفيد من لكن benefit of معناها فائدة لي. فعشان كده ممكن اقول لك واطل the benefit of technology ما هي فائدة التكنولوجيا. يبقى benefit of اسم لكن benefit from فعل. everyone benefits from space technology in everyday life. كل واحد بيستفيد من التكنولوجيا الحديثة في حياته اليومية. الفكرة في الموضوع ده هي القاتي. اني everyone everybody والناس دي كلها بنجيب بعدهم فعل مفرد عشان كده قال لك benefits. فعل مفرد اهو. الضمير هنا بيبقى ضمير جمع عشان كده بنقول there. اللي هي number b. الحاجة التانية. ان every one و everybody لو جبناهم في اول الجملة وجبنا فعل مفرد فاحناخد ضمير مفرد. والجملة دي انا انا زلتها لك على telegram لو انت فاكر اللي هي كان فيها كلمة work works. اه. اتناشر. i remember a to their wedding party ten years ago. انا فاكر انني عو زمتو. يبقى ده مجهول. ده رقم واحد. رقم اثنين remember بعدها الفعل ودفل i n g. يبقى تقول لي i remember being invited. اتذكروا انني دعيتو. طيب. ليه من اخدش توبي invited. خد بالك لو انت قلت لي remember to invite. اصلا في المعلوم معناها اتذكر اني هدع حد ان شاء الله في المستقبل. but remember being invited. اتذكروا اني وعزمت في الماضي. the distance between the pools about twenty meters. المسافة بين البولز الاعمدة وبعضها البعض تكون. يبقى المفروض نقول is. وممكن نقول husband. a spying device. جهاز تجسس was found in a woman's handbag. جهاز تجسس آثرة به مخبأ. مخبأ ديت. يعني hidden. عشان دي صفة. preferring solitude i not myself from the group. لانني افضل العزلة يعني. فانا اعزل نفسي عن المجموعة. كلمة يعزل دي. او يفصل اسمها distance. ما انتعارف اني كلمة distance مسافة. و distance يعني يبعد مسافة. فتقول i distance myself. لان انا هبعدتو نفسي مسافة عن المجموعة. طيب سبعة ستة عشر. she not to be the best arab singer. هي يعتقدوا انها افضل مغنية عربية. يبقى she is sought to be. ركز. كل الخيارات اللي اقول لك دي تنفع. كل اللي انا اقول لك بالعربي ده ينفع. she is sought to be. she is known. she is known to be. she is known as. she is regarded as. she is considered as. و she is considered as. الفكرة اني consider as. او من غير عادي. لكن ال regard لازم بعدها as. المهم she is still considered to be a. she is still considered to be A. i don't think you really understand the A of the matter. انا لا اظن انك تفهم the gravity of the matter خطورة المشكلة. كميات ضخمة من الطاقة تنتج مجهول يبقى إز بروديوسد والأر بروديوسد انت في الجملة في الأصل في الأول خالص 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 قال لك يبقى أمونتس يبقى هو أجابها جمع يبقى أر بروديوسد لكن لو قال لك مش أمونتس زي معامل كده كنا قلنا إز بروديوسد زير لافتر ضحكوهم يعني كونتراست بقول لك ان ضحكوهم كان شديد جدا مقارنة بالجدية اللي كانوا فيها في الأول لما نتعرف أن كلمة جرافتي يعني جدية فالشخص الجاد ما بيتحكش لكن هما بدأوا يضحكوا على عكس الجدية اللي هما بدأوا بها اليوم الأطفال كانوا سعداء عندما شعروا بأنهم يهتم بهم معناها يهتم بهم يبقى وكان ممكن نقول شيء بعد كده رقم واحد وعشرية الصورة دي عمرها ما تكون واقعية إنها صورة تمثيلية عشان كده هنقول ريبريزنتاتيف ما هو ريبريزنتاتيف ما لها تمثيلي أفلام الأكشن أفلام الأكشن أفلام الأكشن يحبوها يعني تحبو دي مجهول يبقى أر لفظ The textile workers اللي هما عمال صناعة النسيج أو المنسوجات يعني يعرفون كيف ينسجونا يبقى spin يعني ينسج أو يغزل عمل الغزل يعني The accident is believed to because of the driver's rashness الحادث يظن أنه يعتقد أنه يحدث ولا حدثة حدثة يبقى to have happened اللي رقم دي رقم دي خبالك إنت لما تقول يعتقد أنه حادثة ما ينفعش ناخد مجهول لأن الحدثة معلوم He some strange stories for his children هو بيخترع بعض القصص لأبنائه يخترع دي هنقول invent أو هنقول spin ما هو spin معناها يخترع يفتكس يعني قصص وكممكن نقول make up عادة تعرف أن كلمة spin من معانيها بيروي أو بيخترع قصة أو بيخبر بوية نظره أو بينسج أو يغزل طيب بعد كده رقم 26 زمان of the murder is about forty الرجل الذي يشتبه فيه يبقى هو was suspected شلنا هو was فهنسيب suspected لوحدها 27 because it was wide and deep the container had plenty of for storage العبوة اللي بنسخزن فيها الكبيرة دي كانت واسعة وعميقة عشان كده كان فيه مسافة كبيرة يمكن أن نخزن فيها وبالتالي مسافة هنا معناها space I hate fun of أنا لا أكره أو أنا أكره أن يسخر مني يبقى I hate to be loved at أو being loved at ده طريقة طريقة الثانية to be made fun of أو being made fun of هو طبعا نجيب لك make fun of اللي ما أنا أسخر منه يبقى تقول I hate being made fun of الإختصار يعني make fun of بتسوي love at the storm a terrible damage to the area العاصفة سببت أحدثت يبقى أدت إلي يعني يبقى result in خبلك result in بتسوي lead to بتسوي cause اكتب دول وحفظهم how would you feel if you to prison كيف سيكون شعورك لو أنك أخزت إلى السجن لاحظ أن دي قاعدت F أصلا وقبلها ودو المصدر فانت عايز بعدها موضة بسيط فبالتالها نقول if you were sent to prison نيجي بقى للقطعة بعد ما سادتك تقرق القطعة على مهلك كده وتتمهل في الأمر آآ الإجابات بتاعتها قدامك يعني اسكن شوت بقى عشان للفيديو عشان هنقلب ودى الجزء الثاني طبعا ثلاثة دي واربعة A وخمسة A بستة B طيب نيجي بقى للترجمة وهي آخر حاجة خالص في الانتحان ده الحمد للرب العالمين طيب بيقول لك هناك العديد من أنواع السحب التي تظهر في السماء على مر السنة أو بمرور السنة هذه الأنواع مختلفة من السحب قد تتسبب في طقس يمكن أن يجد المطر أو الجليد أو قد يعوق الشمس من أن تشرقه بشكل كامل في منطقة فإن قطرات الماء الصغيرة أو كرات الثلج البلورية هي ما قد يسبب تشكل أو تكون أو تكوين يعني السحب جملة الإنجليز دي بصراحة لطيفة جدا وبسيطة وهو أول مرة يعمل حاجة زي كده لا شك أن الأموم التجربة تنفريدة من نوعها تمتلئ بمختلف المشاعر كالعادة كالسعادة والفرحة وغنيتهم بالحب والضحية ولا يكن فيها أيضا اكتئاب وتعب وإرهاق تعال نشوف لا شك أن ديت مباشرة كده أول ما نشوف لا شك أن يبقى وكما ممكن نقول نودا والزبت كالسعادة طبعا بالترتيب بها كده غنيتها بالحب والتضحية ولا يكن فيها أيضا اي اكتئاب وتعب وإرهاق خلصنا الحمد لله رب العالمين الترجمة كلها أتمنى تعمل لايك للفيديو تشترك في القناة وما تنساش تكتبلي تحت في الكومينتس أنا كده خلصت بفضل الله رب العالمين برغم أنني لما كانش عندي أمل أن أكمل الواحد دي خالص النهاردة بسبب الإرهاق ده يعني لك الحمد لله والفضل لله أكملنا الواحدة شكرا جزيلا والسلام عليكم واطلا وبركاته ونلتقي إن شاء الله في الواحدة السبعة شكرا